أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي أن مشروع حياة كريمة يعاد المشروع القومي الأول من نوعه في مصر والعالم مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية تتضمن العديد من المحاور التي تستهدف تنمية المجتمع ورفع جودة الحياة ومن بينها محور التعليم لتحقيق ورفع جودة التعليم وبناء الإنسان وخلال لقائه بوافد من مؤسسة حياة كريمة لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة استعرض حجازي عددا من الملفات التي تضعها الوزارة على أجندة عملها وذلك لخدمة أهداف العملية التعليمية بمختلف المراحل والصفوف الدراسية وأكدت رئيسة مجلس أمناء المؤسسة آية عمر أكدت الحرصة على نشر تقافة التطوع بين طلاب المدارس بمختلف مراحلهم التعليمية